يد العدوان باحث في علم تفسير الأسرة طبعا إخواني وأخواتي مثل ما شفتوا الأحجار طبعا العقيق إذا أضفنا عليه فتحة في الآخر العقيقة أو بما هذا المعنى يدل على الشعر الذي ينبت على بطن أو جسم الطفل أو الحيوان أثناء الحمل لذلك يرى بعض المفسرين بأن العقيق قد يدل على الحمل والولادة وقد يدل أيضا من اللفظ العقوق وقد يدل من القيمة وهو النفيس الغالي المخزون لجميع الجوار تدل على أمر يخزن لما بعد أو للأيام القادمة إذن هذا مثلا عقيق الكهرمان الكهرمان أساسا كانت مادة ربما حجرية من أيام القديمة آلاف آلاف السنين الذي ظهر منها والذي تبين من الكهرمان أنه يحفظ الكائنات ويحفظ الأمور هذا الكهرمان هذا المادة هذا السائل تتجمد تخرج من النباتات أو من الأشجار مع السنين تصبح مادة غالية تصبح من الأشجار الكريمة هذا الكهرمان فلذلك قد يدل هذا الأمر على الحفظ من رب العالمين وقد يدل على المال المخزون الذي يزداد مع الأيام وما إلى ذلك أما باقي الأحجار فإما يأخذ منها اسمها أو فعلها أو شكلها يعني مثل الفيروس بلونه أزرق على أقدر دعاء وإيمان وحياة ورزق فذلك إذن ما تدل عليه الأحجار في الأحلام وبالطبع يختلف معنا الحجر وما يرمز إليه إذا كان فيه خاتم أو كان فيه قلادة أو كان ترجمة نانسي قنقر